أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مادة تحليل البيئة الوحدة السادسة مصادر أهمية المياه المعالجة من مياه الصرف الصحي ونواصل شرح محتويات هذه الوحدة مياه الصرف الصحي أو المياه العادمة كما تسمى الوست ووتا تتكون مياه الصرف الصحي من مواد عضوية ورواسب وعناصر مغزية أو المغزيات ومواد الصلبة عالغة وبكتيريا ويمكن أن تحتوي كذلك على معادة ثغيلة ومواد كيميائية سامة مثل مبيدات الحشرات هذه صورة بتوضح كيف المياه الصرف الصحي وجودها عندما تكون تطلق في بعض المياري ومصدره وكتاب بعنوان محافظة عن موارد المياري من التلوث عن طريق منظمة الإسيسكو واليونيسكو مصادر مياه الصرف الصحي أو sources of waste water يعرفنا ثلاثة مصادر لمياه الصرف الصحي sources of waste water يتم تجميع مياه الصرف الصحي من عدة مصادر وتعتمد الكيميات التي يتم جمعها على المصدر ونوعية نظام التجميع المستعمل فيها ومن مصادر تلك المياه ما يلي مياه استعمالات الأغراض المنزلية والتجارية وغيرها كالمدرس والفناندق والمطائم وأيضا ممكن نضيف المستشفيات مياه الاستعمالات الصناعية الأمطار في حالة دم شبكة المجاري بشبكة تصريف السيول المياه المستربة من عدة مصادر وخاصة الجوفية وبهذا نصل لنهاية هذا المقبل